أن يكون قلب كل مستمع هو المزود الذي يستقبل المسيح داخل هذا القلب حين رأت المسيح لم يكن لها مروضة في المنزل ولكن ألا نطي المسيح المكان اللائق به داخل قلوبنا وداخل بيوتنا بمناسبة احتفالنا بميلاده الكريم أمين في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أقدم لك الشكر الجزيل دكتور باسم عزائل المستمعين راح نسترسل في الحلقات القادمة حلقتين قادمة عندنا راح نكمل في هذه النبوة ودكتور باسم أيضا راح يكون معنا حتى يكمل شروحات لهذه النبوة والكامل وإلى أنحي الموعد اللقاء المقبل لكم مني كل الحوث نتم مع برنامج أنجاد الملكوت لعداد وتقديم الأخلي راجعين أن تكون حلقة هذا اليوم مليئة بالرجاء والتعزيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر